اشتركوا في القناة واليوتيوب وغيرها من البرامج والجوالات الحديثة مقطع صوتي لفضيلتكم وكتب اشخاص عنوان هذا المقطع ومقدمة لهذا المقطع قالوا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يرد على الشيخ محمد العريفي وأنه صاحب هوا ثمان اصيحتكم لمثل هؤلاء الذين يحذرون من المشايخ والدعاء ويشهرون بهم ويكتبون مثل هذه العبارات على بعض الدعاء وقالوا عن بعض الدعاء الذين احسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله مما جعلوا جل اوقاتهم لخدمة هذا الدين العظيم قالوا بأن الشيخ فلان والشيخ الفلان بأنه صوفي والشيخ فلان بأنه واضح هذا السؤال شكرا يا أخي نحن وغيرنا من أهل العلم يردون على المخالف ويبينون الخطأ ولا يقصدون شخصه أو التقليل من شأنه أو النيل من شخصيته لا يقصدون هذا عياذا بالله من هذا إنما يقصدون بيان الحق فإذا أخطأ الإنسان فلا مانع أنه يبين خطأه وليس ذلك بناقص من قدره بل هو تنبيه له وتعاون معه للرجوع للحق ويستفيد هو ويستفيد القاري والسامع ولا يترك الخطأ يروج على الناس ولا مجاملة في هذا الأمر لابد من بيان الحق وإضاحه ولا في مجاملات في الحق وهذا لا يضر المردود عليه إذا كان من المنصفين الذين يطلبون الحق أما إذا كان لا يريد الحق ويريد الانتصار لهوى فهذا ليس لنا به حيلة نعم